السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهاردة هنتعرف مع بعض على قواعد الوحدة التاسعة للصفة الخامس الابتدائي والدرث الثاني القادة الرئيسية طبعا في يونت 9 هي عبارة عن ability 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 يعني يعني القدرة كاي يعني ازاي ان انا اتكلم عن ability او ازاي ان انا اتكلم عن القدرة كاي طيب ايه فكرة القدرة القدرة طبعا في قدرة في المضارع وفي قدرة في الماضي في نوعين من القدرة قدرة في المضارع يعني حاجة بقدر اعملها الوقتي واقدر اعملها في اي وقت دي بنسميها قدرة في المضارع كاي طيب بنعملي في الحالة يعني عندما أو لما نقدر نفعل شيء ما في المدارع بنستخدم في اللغة العربية دايما القدرة بنقولي يستطيع هو يستطيع أنا أستطيع كلمة يستطيع بالانجلش يعني كان كان يبقى هنحل محلها بكان هنبدأ الجملة بالفاعل الفاعل ده ممكن يبقى اي اسم مثلا اي فاعل بعد الفاعل هننزل كان دي ثابتة ثابتة في كل الجمل القدرة ثابتة كان يعني يستطيع بتساوي يستطيع وبعد كان لازم يكون الفاعل في المصدر طب يعني في المصدر يعني بدون اي اضافات لو حطي اللي اس احزف الاس لو ضيف الاي انجي احزف الاي انجي لو جايب للفاعل في الماضي ارجعه للمصدر بدون اي اضافات بعد كان ناخد مثال عايز اقول هنا ان البغبغاء يستطيع التحدث كاي هنبدأ بالفاعل الفاعل عندنا باروتس باروتس اللي هو البغبغاء يستطيع يعني كان يتحدث يعني يبقى الجملة بتاعتي جملة سهلة زي ما انت شايفينها لما اجي اقول ان او الكنغر بيستطيع القفز على ساقين او على رجلين بيقدر يكفز على رجلين الاتنين فقط اوكي يبقى في الحالة دي هنبدأ بكانجروز ده الفاعل كان يستطيع جمب كان جمب يستطيع القفز على تو لايجز طبعا الاسماك بتقدر تعوم يبقى هنبدأ بالفاعل الفاعل عندنا فاش 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 كان يستطيع يستطيع السباحة يبقى اخذ لبالكم القدرة في المدارة نستخدم كان وبعد كان لازم يكون الفاعل في المصدر طيب لو انا الوقت عايز اتكلم عن عدم القدرة عدم القدرة هتلاحظوا انا عملت ايه نفيت بدل قدرة خليتها عدم قدرة حاجة ما اقدرش اعملها في المدارة كل اللي انا هعمله هضيف حاجة عندي كلمة كان يا جماعة كان يستطيع وارح ضيف لها تبقى كانت كانت لا يستطيع طيب شكل الجملة هنبدأ بصاب شكت فاعل كالمعتاد اي فاعل فيش مشكلة كانت دي هتبقى سبتة معناها لا يستطيع كانت معناها لا يستطيع ما يقدرش لا يستطيع ويجي بعد كانت يعني الفعل في المصدر بدون اي اضافات طيب لو بصينا على الشكله لطيف جميل جدا البيانجوينز او البطريق هل يقدر يطير هل عمر كربتي بانجوينز طاير في السماء كده ما بيترش يبقى دي عدم قدرة يبقى بانجوينز كينت فلاي لا يستطيع الطيران كينت فلاي لما اجي اتكلم عن نفسي انا ما بقدرش اتكلم مثلا اللغة الفرنسية يبقى ابدأ بالفعل اي انا كينت لا استطيع يبقى لا استطيع التحدث باللغة الفرنسية يجي واحد يقول طب الوقت انا عايز اعمل سؤال بهل هل تستطيع عايز اقول هل تستطيع اركوب الدراجة هل تستطيع التحدث بالانجليزية اعمل ايه خطوة واحدة هنعملها الخطوة دي خطوة بسيطة جدا هي خطوة تبديل تبديل ايه تبديل يعني هنبدل كان هتستأذن كده وتطلع مكان الفاعل والفاعل يرجع من وراه ومش هيزعل ولا اي حاجة ما فيش اي مشكلة يبقى كان في الاول بعدها الفاعل بعدها الفاعل في المصدر بدلنا مكانهم في السؤال كان تطلع قدام في الجملة الفاعل قدام ما فيش اي مشكلة يبقى يعني بنبدأ بايه بنبدأ بكان ما ننساش كان الاول بعدها الفاعل بعدها الفاعل في المصدر لما اجي اسأل شخص ما هل تستطيع ركوب الدراجة يبقى نبدأ بكان لان ده سؤال كان الفاعل يو انت هل انت كان يو رايد كان يو رايد اوايك طبعا اجابة السؤال ده وبنجاوب ونبدل تاني نبدأ بايه بنبدل تاني يبقى كان اي وا استطيع ركوب الدراجة اي وا اقدر اركب دراجة يا اما لا استطيع ركوب الدراجة زي الولد ده اللي ببوز الدراجة وكسر الدراجة يبقى نو اي كانت يبقى ده سؤال عن القدرة او سؤال بهل. نشوف طيب بعد كده السؤال بأداة استفهام بنعمل ايه لما نيجي نعمل سؤال بأداة استفهام. لما نيجي نعمل سؤال بأداة استفهام هي خطوة واحدة برضو بنعملها يا جماعة. الخطوة هي ان انا بضع اداة الاستفهام قبل السؤال بهل. يبقى اداة الاستفهام بتاعتي في الاول. كاي? بعدين بنزل السؤال ايه? السؤال بخل? هنبدأ بقاعدة الاستفاهم. طب السؤال بخل بيبقى عبر عن إيه؟ بيبقى عبر عن كان زائد الفاعل زائد الفاعل في المصدر. هحطه بعد كده. يبقى انا حاطيت قادة الاستفاهم في الاول. بعد كده كان وبعدها الفاعل وبعدها الفاعل في المصدر. لما جي اسأل شخص ما ماذا تستطيع ان تعلم? يعني بتقدر تعمل ايه اللي تقدر تعمله. يبقى في الحالة دي ما أو ميزة? اخت. هبدأ بعد الاستفاهم بعدها تستطيع يعني انت تفعل يبقى ماذا تستطيع ان تفعل وبينجاوب طبعا باي فعل بنقدر نعمله ممكن اقوله استطيع ركوب الدراجة اي فعل بتقدر تعمله كده يا جماعة احنا تعرفنا على القدرة في المضارع هقولها بسرعة كده هلخصها تاني لو بتكلم عن فعل بقدر اعمله في المضارع كل اللي انا بعمله بنضع بنستخدم كلمة سابتة يبقى فاعل زائد زائد الفعل في المصدر لو عايز اقول دي عدم قدرة يعني حاجة ما بقدرش اعملها في المضارع بننفي بنخليها اخليها كانت يبقى فاعل زائد زائد الفعل في المصدر عايز احولها لسؤال بهل بيبدله مع بعض عادي جدا بيستأذنه من بعض كده ويبدله مع بعض كان تطلع قدام والفاعل يرجع ورا ما فيش اي مشكلة يبقى كان زاد الفاعل زاد الفاعل في المصدر السؤال بقى اداة استفهام نحط اداة استفهام وننزل السؤال بهل طيب في عندنا الجزء التاني في القاعدة بيتكلم عن ايه بقى القدرة في الماضي او القدرة في الماضي القدرة في الماضي معناها ان انا كنت اقدر اعمل الفاعل ده امتى في الماضي عشان كده دايما اعرفها منين من الكلمات الاتية من الكي وردس دي جماعة مهمة جدا اول ما تلاقي الكلمات دي اعرفوا ان احنا هنتكلم عن الماضي الجملة الاولى والتعبير الاول when i was اول ما تلاقوه مهم جدا ده when i was يبقى طيما قدرة في الماضي when i was يعني عندما كنت ممكن طبعا يقول لي when he was when she was مش لازم شرطة تبقى اي يعني ممكن اي فعل كي يبقى when i was دي من الكلمات الدلة على الماضي طبعا كلنا عارفين yesterday اللي واخدينها كتير بتدل على الماضي بتدل على الماضي كلمات الدلة على الماضي يبقى اول ما تلاقي الكلمات الدلة على الماضي ومتأكد ان انتوا طبعا حافظينها اول ما تلاقي كلمات الده اللي على الماضي. يبقى نستخدم القدرة في الماضي. طب اعمل ايه? هنعمل حاجة بسيطة جدا. كان يعني يستطيع ايه صيغة الماضي من كان? ايه الطريقة اللي بتتحولها الماضي? كان تتحول لكود. يبقى بدلا من كان. استخدم كود. هنستخدم كود. كود. كاي? وحرف الال طبعا ما ننساش. حرف الال ده يعني مش بنقولها كود كود. كاي? مش كود. كاي? لا كود. فكرتها زي فكرة كان بالضبط. بنبدأ بالفاعل. بعدها كود. بعدها الفاعل في المصدر. الحاجة اللي بنقدر نعملها تبقى في المصدر. طبعا بدون ايه اضافات. مثال. عايز اقول وانا صغير كنت اقدر اغني زي الولد اللي بيعرف يغني ده. كاي? يبقى في الحالة دي انا بتكلم عن الماضي. يبقى هابدأ بالفاعل اي انا كود. مش كاي لا كود. اي كود سينج. والفعل في المصدر. اي كود سينج. يبقى كنت استطيع الغنيه. امتى بقى? وين اي واز لتل. وطبع ممكن ننطقها لدل عادي جدا لدل. وين اي واز لتل عندما كنت صغيرا. البنت دي وهي صغيرة كانت بتقدر تقرأ ومتحلمة القرية ونبغى بقى وشاطرة جدا. يبقى في الحالة دي مما جا شاور عليها ابدأ بشي كود. ان انا بتكلم عن قدرة في الماضي. شي كود يبقى كانت تستطيع القراءة. وين شي واز تن. وين شي واز تن عندما كانت في سن العاشرة. يبقى قدرة في الماضي يا جماعة هنستخدم كود. واحد بقى شاطر يقول لي طبعا عايزة فيها. عايزة اقول بقى ما كنتش اقدر في الماضي. لم اكن استطيع في الماضي. كل الفكرة ان انا هنفي كود هضف لها ان اباستروفي تي. ليه? لان كود دا فعل مساعد في اللغة الانجليزية. فابنم فيه باضافة ان اباستروفي تي او نوت. يبقى كودنت كودنت. هنبدأ بالفعل بعدها كودنت. بعدها الفعل في المصدر. كاي? let's look here. لما الشخص بيبقى بيبي طبعا ما بيقدرش يمشي. هو كل اللي بيعمله بيحبي يعني على الارض. يبقى في الحالة دي اقولي بقى. he couldn't walk. he couldn't walk. يبقى لم يكن يستطيع السير. when he was baby. عندما كان بيبي. يبقى دي عدم قدرة في الماضي. حاجة ما كانش بيقدر يعملها فين في الماضي. كاي? ما ننسيش. طيب نشوف مع بعض بقى هنا السؤال عن القدرة في الماضي. هل كنت تستطيع فعل الشيء ده ولا لا? ايه اللي بنعمله? خطوة واحدة. خطوة التبديل. خطوة التبديل. كد بتستأذن من الفاعل. يعني تقول الفاعل انا هطلع قدام المرة دي عشان ده سؤال. وارجع انت مكاني واره. كالفاعل ما بيعندوش اي مشكلة. بيرجع وما فيش اي مشكلة. يبقى ما ننساش. خطوة تبديل عادية جدا تبديل يبقى في السؤال. هنبدأ بكود. بعدها الفاعل. بعدها الفاعل في المصدر. كاي? مثال. كود يو سينج? وين يو وير يونج? معناها هل كنت تستطيع الغناء? كود يو سينج? وين يو وير يونج? عندما كنت صغيرا ام لا? طبعا بجاوب بياس ارنا وبنعمل تبديل برضو. بنبدل تاني. يبقى يبقى لو كان بيقدر يغني هيجاوب بياس اي كود. طبعا كان صوته مزعج ولا حاجة. انا اي كود انت. كاي? ما ننساش. يبقى ده السؤال بهل او سؤال عن القدرة في الماضي. طيب السؤال باداة استفام. السؤال باداة استفام. يا جماعة فكرته بسيطة جدا. طبعا في الماضي. كلنا هعمله خطوة واحدة فقط. الخطوة دي هي عبارة عن ان انا هضع اداة الاستفام. هحط اداة الاستفام. قبل السؤال بهل. كاي زي ما عملنا بالزابط في المضارع. ما فيش اي فرق. اللي بيفهم المضارع بيفهم الماضي بسهولة. بس هنعدل كي نخليها كود. يبقى هنحط اداة الاستفام في الاول. بعدها كود. بعدها الفاعل. بعدها الفاعل في المصدر. يبقى لما يجيسأله ماذا كنت تستطيع ان تفعل. what could you do. what could you do. في الماضي يقول what could you do. في what could you do. عندما كنت صغيرا. لما اجيسأه بقول له اي فاعل كنت اقدر اعمله. اي فاعل كنت اقدر اعمله. اي فاعل كنت اقدر اعمله. اي في الماضي. اكاي? انتوا عشان وانتوا بتحلوا خلي بالكم من حاجة مهمة. لقينا كلمات دالة على الماضي. اللي هي ايبقى. when i was yesterday. last. we ago. in the past. اللي هي كلمات الدالة على الماضي اللي احنا حفظينها. على طول نجري على could. او لما تلاقي كلمات دالة على الماضي يبقى نستخدم could. could. وبعد could الفعل في المصدر. طب لو من فيها يبقى couldn't والفعل في المصدر. لو سؤال يبقى نقدم كد في الاول. could. فاعل فاعل في المصدر. طيب لو ما لقناش اي كلمات دالة على الماضي. لو ما لقناش اي كلمات دالة على الماضي. يبقى القدرة عندنا في المضارع. يبقى كان. يبقى نستخدم كان والفعل في المصدر. نفيها كانت والفعل في المصدر. السؤال بهل كان فاعل فاعل في المصدر. now time for exercise. وقت التمارين. بقول read and write to the correct form of the words between brackets. number one. when i was little i can run fast. number two. can you helping me please. number three. my cousin couldn't run when he was a baby. number four. you can fly but you can run fast. number five. when i was young. i can't use a computer. number six. i could walk when i was two months old. يريد اجمع نوقف الفيديو ونحاول نجاوب على الاسئلة دي بنفسنا ونبتدي نطبق grammar rules القواعد اللي احنا اخدناها ونشغل الفيديو مرة تانية ونتأكد من اجاباتنا. welcome back. time for the answers. ده وقت الاجابات جميع. الجملة الاولة بيقول لي when i was little. when i was little. دي كلمة الدل على الماضي. اتفقنا اول ما نلاقي كلمة الدل على الماضي. نستخدم كود. يبقى كان تتحول للماضي. الماضي منها كود. when i was little. i could run fast. جملة اللي بعد كده. جايب لي كان. كان يو. اول ما تلاقو كان او كود. الفعل بعدها في المصدر. يعني ايه? يعني بدون اي اضافات. هو هنا ضيف ل اي ان جي احزفها. يبقى في المصدر. can you help me please. number three. my cousin couldn't. my cousin couldn't. كودينت بعدها بردو الفعل ايه? الفعل في المصدر. طب هو صعب هول المرة دي شوية وراح جايب لي الفعل رين في الماضي. اخليه run في المصدر. يبقى my cousin couldn't run. run. couldn't run. run في المصدر. when he was a baby. number four. you can fly. but you can run. هل ينفع حد يتير يا جماعة? ينفع اقول له واحد تقدر تطير. يتير ازاي? يبقى دي عدم قدرة. you can't fly. you can't fly. يعني لا تستطيع الطيرون. you can't fly. right. ثم ان كلمة but هنا بتدل على التناقض. يعني تناقض. يعني اول ما نلاقي but. right. بصوا على الجملة الثانية. لقينا هنا كان يبقى di can't. okay. والعكس. لقينا can't يبقى can't. لان دايما but بتستخدم مع التناقض. يعني حكتين عكس بعضهم. خلص. جملة اللي بعد كده. when i was young. عندما كنت صغيرا كلمة تدل على الماضي. بيقولي. i can't use the computer. اجيب الماضي من can't. يبقى couldn't. i couldn't use the computer. يبقى دي عدم قدرة في الماضي. ما كنتش هقدر استخدم. i couldn't use the computer. جملة اللي بعد كده بيقولي. i could walk when i was two months old. وانا عندي شهرين. كنت اقدر امشي. اكيد ده بيكتب عليك بقى اللي بيقولي الكلام ده. شهرين ويقدر يمشي يمشي ازاي. ما ينفعش طبعا. يبقى لازم نخليها couldn't. ما كانش يقدر يمشي. i couldn't walk. i couldn't walk. يبقى تصحي الجملة. i couldn't walk when i was two months old. اندا كان عنده شهرين. بعد كده يا جماعة في عندنا قصة. قصة سهلة. بعنوان. معناها المسافرون والشجرة. the travelers and the tree. هنسمع القصة وانترجمها مع بعض. ونركز على اهم الكلمات في القصة. بيقول listen and read. once there was a very big old tree in a hot dry land. ذات مرة بيحكي قصة بقى في مرة من المرات. كان هناك شجرة. شجرة دي كبيرة. big old. ويعني شجرة قديمة قوي وبيرة في السن. طاعنة في السن. in a hot dry land. في ارض حرة. ساخنة. وجفة. it had lived for many years. والله كالشجرة دي عاشت سنين كتيرة. عوام عديدة. it's a trunk. was very wide. the trunk اللي هو يبقى جزع الشجرة اسمه trunk. ولو معي تاني trunk 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 يعني جزع شجرة. الجزع بتاعها was very wide. كان عريض. and it had many green branches branches. branches. ياريت نقررها تاني branches branches branches. branches يعني اغصان فروع. كان بها العديد من الاغصان الخضراء. it was famous. الشجرة كانت مشهورة ومعروفة والناس كلها عارفينها. because it was the only tree where it lived. لانها كانت الشجرة الوحيدة. في هذا المكان. and it gave shelter. والمعي تاني shelter shelter. shelter يعني مأوى. كانت بتزودنا بالمأوى. and rest. والراحة. to hundreds of travelers. لمئات المسافرين. as they moved across the country. وهم ينتقلون عبر البلد. it was near four towns. وكانت قريبة من أربع مدن. and many villages. والعديد من القرى. in its area. في هذه المنطقة. and was a meeting point for traders. وكانت تعد نقطة التقاء للتجار. يعني التجار كانوا يتقبلوا في هذه المنطقة. a meeting point for traders. ايه اللي حصل بقى. one day في يوم ما. two travelers. اتنين من المسافرين. who were new to the area. يعني نقدر نول عليهم ايه بقى. ناس جديدة على المنطقة. يعني جداد في المنطقة. ما كانوش بيعدوا كثير في المنطقة دي. we're walking across the field. كانوا يعبرون الحقل. and saw the tree. وجاهدوا الشجرة. it was a very hot dry day. كان يوما حارا وجافا. and one of them said. احدهما قال. let's stop under the tree. قال لي صديقه ايه. هيا نتوقف تحت هذه الشجرة. where there is some shade. نقول مع بعض الكلمة دي تاني كده. shade 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 shade. ظل. shade يعني ظل. حيث الظل. that's a very good idea. said his friend. صديقه رد عليه قال له دي فكرة كويسة جدا. that's a very good idea. they rested under the tree. ارتاحوا او استراحوا تحت الشجرة. and drank some water. وشاربوا بعض الماء. they then enjoyed the shade. بدأوا يستمتعوا بالظل. and is a cool breeze. and is a cool breeze. ويريت نقرر الكلمة دي تاني كده. breeze. نسيم. بدأوا يستمتعوا بالنسيم البارد. as they were exhausted. وكانوا مرهقين. they soon fell asleep. طبعا دخلوا في النوم بقى وناموا. لانهما كانوا تعبانين جدا. when they woke up. عندما استيقظ بقى المسافرون. when they woke up. one of the travelers felt hungry. احدهم شعر بالجوع. okay. ما سفر بقى وجاعين. neither of them had any food in their bags. oh. يعني neither of them. يعني ولا واحد منهم. okay. لا احد. ولا واحد منهم كان عنده طعام في الحقائب بتاعته. بدأوا ينظروا بقى لإيه. للاغصام بتاعت الشجرة. يمكن يلاقوا اي فكهة ولا اي ثمار ولا اي حاجة يكلوها. اوه. ما لقوا اي حاجة. this tree is useless. اوه. واحد. اللي بقى. اللي الشجرة دي عدمت القيمة. دي ملحش لازمة خالص الشجرة دي. دي بلا قيمة. this tree is useless. okay. useless. عكس كلمة useful. useful يعني مفيدة. useless يعني بلا قيمة. one of them said. it has no food for us. هاش طعام. there are no nuts or fruit on its branches. ما فيش اي مكسرات. ما فيش اي فكهة على الاغصام بتاعتها. رضي زميله بقى. but it has shade. بس فيها ظل. and it's keeping us cool. بتنساش ان الظل ده. right. بيجعلنا ايه. بنشعر ب. right. برودة خفيفة. okay. برده. لحد ما. ما قل البرودة. said the other. the other. when. said the other. okay. but the tree heard. the first travelers words. اه. الشجرة سمعت كلام الشخص الاوليني. اللي كان بيوصفها وبينعتها انها ايه. انها يعني عديمة القيمة بلا قيمة. and it was angry. وبدأت تشعر ب. الغضب. فكلمته. طبعا يعني دي قصة مش حياهية يعني ما في الشجرة بتتكلم. قالت له ايه. how can you be so ungrateful. ازاي انت كنا ناكر للجميل. ungrateful. ungrateful. ungrateful يعني ناكر للجميل او جيحد. it said. you came to me feeling hot and tired. انت جاي هنا جاي الشجرة جاي لي. وانت حران وتعبان. i gave you a cool comfortable place to sleep. وانا مديتك زودتك بمكان مريح ومكان بارد. to sleep. تنام في. and i probably saved your life. انظر. انظر. بص. بص في المكان اللي انت في. there is no other cool place to sleep near here. فيش اي مكان بارد تنام في هنا. the travelers. the travelers. right. locked around. بدأ. the travelers. locked around. ينظروا حواليهم. او بيدوروا على اي مكان في. برودة في ظل. and so. the tree was correct. اه عرفوا ان الشجرة كانت محقة. and felt very sorry. وبدأوا يشعروا بالاسف. okay. so what is the moral of the story. ايه الدرسة اللي اتعلمنا من القصة دي. اتعلمنا من القصة دي يا جماعة ان انا اقيم كل شيء. ودي كل شيء قيمته حتى لو كان حاجة صغيرة. حتى لو حاجة صغيرة. طالما بتفيدني. right. okay. لازم يبقى ليها قيمة بالنسبة لي. it's important to give value. give value. يعني اعطاء القيمة. من المهم اعطاء القيمة. two small things. للاشياء الصغيرة. in our lives. في حياتنا. okay. كده يا جماعة احنا تعرفنا على القصة. وتعرفنا على grammar. بقيلنا بس اخر جزئية. vocabulary with definitions. الكلمات والتعريفات. هاول الكلمة اكتر من مرة. وياريت تكرروها عشان تحفظوها. اول كلمة اسمها. fable. fable يعني حكاية رمزية. land. 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 earth. famous. 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 مشهور. wrist. wrist. استراحة. area. 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 منطقة. shade. 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 ظل. breathe. breathe. نسيم. useless. useless. عديم الفائدة. tired. tired. مرهق. value. 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 يعني قيمة. wide. 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 يعني عريض. وازع. travelers. travelers. مسافرون. trader. 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 field. field. حقل. ungrateful. ungrateful. ناكر. الجميل. hungry. 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 يعني قائع. dry. dry. give. think. 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 معناها. يذكر. okay. العمود الأخير. branch of tree. branch. يعني فرع. طبعا. tree. يعني شجرة. يبقى فرع شجرة. trunk. of tree. trunk. اللي هو الجزع بتاع الشجرة. اللي هو بتحسن نوعا. زي الخشب كده. ده اسمه جزع الشجرة. trunk. of tree. exhausted. 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 مرهق. يعني مرهق. يعني very very tired. مش tired. لا. ده tired جدا. shelter. 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 مأوى. nuts. nuts. make a throat. meeting point. meeting point. نقطة التقاء. save. 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 ينقذ. wake up. wake up. wake up. wake up. يستيقظ. keep. 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 يحفظ. أوكي. موعدنا الوقت بقى مع. definitions. أي definitions. definitions. يعني تعريفات. التعريف الاول هو تعريف كلمة. اتفانة. يعني نسيم. النسيم ده بيبقى عبارة عن ايه؟ بيبقى عبارة عن ريح خفيفة كده. نسمة خفيفة من الهوى كده. يعني بنقول عليه. is a little wind. little wind. يبقى أول ما لاقي كلمة. little wind. ريح خفيفة. يبقى. breeze. نسيم. كلمة اللي بعدها. meeting point. meeting point. نقطة التقاء. ايه نقطة الالتقاء دي. somewhere. where people meet. somewhere. يعني ده مكان. where people meet. المكان اللي الناس بتتقابل فيه. بيسموه نقطة التقاء. useless. 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 يعني بلا قيمة. عديم القيمة. when something is useless. we can't use it. اه هنا بيقول لي ايه? لا ده مش هنقدر نستخدمه لانه بلا قيمة. يبقى. we can't use it. يبقى. useless. يوسلس. طبعا عكس كلمة. useful. بعد كده في عندنا. ungrateful. ungrateful. يعني ناكر للجميل. جاحد. لك شخص ده جاحد. يعني ما بيشكرش الاخرين. when someone is ungrateful. they don't think others. اه يعني لا. يشكر الاخرين. they don't think others. for doing something good. لا يشكر الاخرين. على الاشياء الجيدة. اقول عليه. ungrateful. طيب. بنسبة لكلمة. comfortable. 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 يعني مريحة. when something is comfortable. it's nice to set on. or wear. حاجة المريحة دي بتبقى جميلة كده. لو انت ايه? لبستها. او جلست عليها. يعني ممكن اقول مثلا. a comfortable chair. يعني كرسي مريح. okay. ممكن اقول. a comfortable. jacket. you a jacket. مريح كده. ايه. رأيتو كيف اللبس بتاها. okay. this is the end of the video. i hope you enjoy the video. don't forget to subscribe the channel and like the video. يريد اجمع من ننساش الاشتراك في القناة. وتفعيل الجرس. عشان يوصل لنا كل الفيديو هذه الجديدة اولا باول. لا عقبنا الفيديو. يريد نعمل لايك الفيديو وانشار الفيديو اصدقائنا. thank you again for watching. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.